بيت الهناء بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مشاهدينا وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهناء بالتأكيد أي بلد بنعرف ثقافته من خلال طبيعته والطبيعة الجزابة هي اللي بتخلي نوع من الثقافة الاجتماعية حول المنطقة السودان واحدة من الدول دي لأنها بتتميز بالنيل الجميل اللي ربنا اداه لنا وأنعمنا به وبالتأكيد فيه كثير من الخصائص المفيدة بالنسبة لنا كسودانيين واللي إحنا بنستثمر بشكل جيد وأثرت بالتأكيد على ثقافتنا في كثير من الأمور اللي إحنا بنكتشفها للناس الساكنين حوالينا النيل إيه هي الثقافات دي وكيف هي دخلت البلد هل هي ثقافات سودانية سودانية ولا فيها نوع من التاريخ القديم عموما في بعض العادات وبعض التقاليد المرتبطة بالمناسبات بنلقاها مرتبطة بكل الساكنين جنب النيل هنعرفها بشكل مفصل مع أستاذ عبد الحميد حسن وهو باحث في الدراسات السودانية هنشرفنا في صالون بيت الهناء بعد قليل أهلا بيكم مشاهدين ووصل لصالون بيت الهناء أستاذ عبد الحميد حسن وهو باحث في الدراسات السودانية أهلا ومرحب بيكم شرفتنا كثير شكرا إيمان أول حاجة لما نبدأ بكلمة العادات المرتبطة بالنيل يعني شو عادات مرتبطة بالنيل شكرا إيمان أفتكر ده سؤال مهم جدا والنيل رمز يعني من الرموز الثقافية اللي دائما نحن بنستبشر به في الديمومة والاستمرارية والخير كده فنحن بنتعامل مع النيل رمز من هذه الرموز من بدل جدا كل الحضارات السودانية قامت على النيل وارتوتت بالنيل وخلقت علاقة مع النيل فيعني عشان كده نحن بنفتكر أن النيل بالنسبة لأن نحن كسودانين من أهم الرموز والدريلات الثقافية صحيح العادات المرتبطة به هو شكرا؟ هي كثيرة جدا طبعا يعني لو رجعنا تاريخيا أشار أركل في لما نمش عمل بحث ودراسات في موقع الشيحيناب وموقع الشيحيناب هو موقع شمال الخرطوم أو شمال المندرمان بالتحديد وهو منطقة أسرية بتاعة عصر حجري فترة ما قبل التاريخ فترة ما قبل التاريخ وراحظ أنه ما في مقابر في الموقع فرجح أنه ناس الفترة التاريخية ديل اللي هم يعني متكلم عن خمس ألف سنة قبل الميلاد احنا أو ستة ألف سنة قبل الميلاد كانوا بيرموا موتهم في النيل واحد من تقاليدهم هم كانوا بيرموا موتهم في النيل يعني باعتبار أن النيل كان زي إله أو كان مقدس بالنسبة اليوم ومع استمرار الحضارات السودانية اللي متحقبة يعني في فترة مربي وكرمة ونبتة وكده كل المعابد اللي قامت في تلك الحضارات هي كانت على النيل برضو برضو مرتبط برضو مرتبط دخلت جوة شوية بس آي بس دخلت جوة شوية كانت هي مرتبطة بالنيل فالعادات المرتبطة بالنيل هي كثيرة يعني هنعرف طبعا أنه هنعرف أيسا في حلقاتناك كثير بالأمور الجميلة اللي احنا هنكتشفها على فكرة يعني تقص النيلية بالتأكير هترتبط بارتباط الناس الساكنين حوالينا النيل هتقص دي شفت جميل هو يعني النيل ده من بدري جدا احنا كنا بينقدم له يعني القبائل اللي ساكن في النيل في شمال الوادي كان وقدم عروس النيل كقرباء للنيل يعني احنا قدمنا القربين للنيل للفيضان وكده وأنا مرة يعني في دراسة عملتها في منطقة بيي عرفت أنه قبيلة دين كانوك لما جاءت مهاجرة من منطقة بورا أو من عالي النيل عشان تقل المنطقة ديه هما احتاجوا يعبروا النيل فبيتقول هزي حكاية شعبية أنه هما لما نوصلوا منطقة شين عبروا فيها النيل اضطروا يرموا بفتاء اسمه أشاي إلى النيل فقام ينفتح النيل وعبرة القبيلة فاني بديك توحد الثقافات النيلية في العادات وفي التقاليد وفي الارتباط بالنيل ارتباط وسيق الارتباط الجميل والوسيق مرتبط بقصة احنا مجاهزينها والستاذ عبد الحامل نسمع سوا نسمع القصة اسفضل جد النيل في حياة الذين يسكنون على ضفافه مصدرا لرزقهم وحياتهم العامة والخاصة فهو يمثل لهم مصدرا للإلهام الفني والقصصي من أساطير شعبية وغيرها النيل يعني عند كل هذه الشعوب دخل حضارتهم ودخل ممارساتهم الشعبية وسقافاتهم الخاصة ورقصاتهم والنيل شكل يعني عند الحضارات القديمة احتفاءات حتى على المستوى الوسني يعني ما زلت أذكر عروس النيل عند الفراعنة وما زلت أذكر كثير من الممارسات الأفريقية على شواطئ النيل وتغوص كسيفة جدا كانت هي بزرة الحضارة في أفريقيا وكانت بزرة الحياة والإنسان النيل ظل يمثل رمزا مقدسا باعتباره واهبا للخصوبة والنماء والحياة لذا كانت تقدم له القرابين من أجل كسب رضائه وضمان تدفق خيراته حيث كانت هذه من أقدم الطقوس والعادات الشعبية التي عرفها الإنسان على ضفتيه النيل هو يطمئن ودانيات الشعوب ويكسف الحضارة الحفاظ على هذا النيل يعني جزء لا يتجزأ من بقاء وحياة الإنسان النيل سيظل هو مصدرا للسلوى والشجن والصفاء للنفس متى ما وقف الإنسان أمامه وقد يتغير شكل التعبير نحوه باختلاف الزمن وشكل الحياة الحديثة وجيتك يا شجن مني ما مدد عليه ريدك سهول ولو خاصمت شمسك فصول أو عاند الغيمة الهطول ويتلفح النيل الحقول يعني منك وانت مني يا داقة في جوة في الطبول قصة جميلة طبعا يعني احنا عادة النيل دا احنا بنقدسه وبنحبه جدا وهنستخدم إن شاء الله استخدامات جميلة في الفترة القادمة بإذن الله يلد إن شاء الله التقوص برضو أستاذ عبد الحميد اللي ليها علاقة بالمهن يعني في مهن كتير رتبطت بالمنطقة جميلة طبعا تأتي على قمة هذه المهن الزراعة عرف السكان النيل الزراعة منذ فترة طويلة جدا وشق القنوات والتراء وقيمة السواقي في النيل إضافة لي كده مهنة صيد الأسماك ارتبطت بالنيل يعني ممكن دين مهنتين مرتبطات ارتباط وسيق بالنيل هم الزراعة والصيد عندهم طقوس بيعملوها في فترة الزراعة ايوه في طقوس كثيرة جدا ايوه ايوه وعادات وتقاليد مرتبطة بالنيل وبالزراعة يعني في أثناء الفيضان وأثناء فترة التحاريق زي شيرو مثلا نستاذ عدد حمي يعني مثلا هما في فترة الفيضان مثلا يعني بنتظروا لحد ما يعني بتزرع محاصيل محددة جدا من التقاليد بتزرع محاصيل محددة جدا عند انحسار النيل وتكوين الجزر فبيتم زراعة في الفترة دي دي من التقاليد الزراعية المتوارسة حتى الآن بتزرع محاصيل محددة جدا وبكيفية محددة جدا لبعض القبائل يعني للقبائل الزراعية التي تسكن في النيل في النيل ايوه بالنسبة للطقوسة الثانية اللي هي خلينا نقول لها علاقة بالأدب والثقافة والأغاني الشعبية اللي هي بتكون مرتبطة برضو بالمطقة دي كثير يعني فيه من اللقاني الشعبية المرتبطة للنيل والأسماء يعني الناس المرتبطة بالنيل وإضافة لأنه ارتباط ارتباط تقوس العبور أو دورة الحياة بالنيل يعني الولد الولادة أول ما يولد المولود نحن بنشيله وبدوه النيل وبيقسل وجههم من النيل طب الركن وكذلك ودى الطهور بيتمشي سيارة يعني للنيل العريس برضو بنوديه النيل وفيها غاني زي شنو وصفة سار لو ذكرت الأغنية عريسنا سار البحر ووطع يراد النخل دي من الغاني الشعبية المرتبطة بالنيل إضافة إلى كده المرأة عندما توفى زوجها وده انتهى من فترة الحضانة برده تطلع إلى النيل ده كله بيعني يعني حتى المرأة النفساء المرأة النفساء تطلع إلى النيل و هي يمكن عشان فكرة النيل ارتبط بمسألة العبور أنا سمعتها بإنه أو جريت في إنه اللي هي المراحل تغوص العبور مرحلة الظلم المرحلة التالية يعني من مرحلة الصغر للكبر من مرحلة يكون صغير ليكبر مرحلة اللي هي دي العبور فهو كل مرحلة هي فعلا مرتبطة بالكلام اللي قلت ده فبيمشوا للنيل اللي هو كان نوع من التبرك لكن أصبح كتقليد أكثر أصبح الحياة دي ممكن شوي مرتشرة في الشمال أكثر في الشمال وفي الجنوب وفي الجنوب موجودة يعني الجنوب برضو عنده تقاليد وتقوصه على مرتبطة بالنيل كل القبائل التي تسكن في النيل من المنبع إلى المصب هي مرتبطة بالنيل بعادات وتقاليد وارتباط زي ما قلنا في بداية الحوار ارتباط شبه تقوصي يعني ارتباط شبه مقدس صحيح الأغاني اللي بتتقال شنو أول الشكل عموما اللي بيحتفلوا به مثلا الناس في الزراعة في الحصاد يعني فترة الحصاد دي فترة مهمة جدا الناس بيتعمل فيها كثير من فيه أغاني بتاع الحصاد طبعا خاصة بفترات الحصاد وفيه أغاني العمل ذاته فيها أثناء الزراعة وفيه أغاني الصيد أثناء الصيادين لما يرموا السمقة دي كلها يعني حافظتك حاجة من الحاجة جاد سكنت حول النيل هي بعد ذاك حتتأثر بالجو العام بتاع النيل بالعداد بالتغاليد بأكيدا صحيح ويعني بكون كله بشكل إرس الثقافي المرتبط بالنيل تمام الفترة دي اللي احنا تكلمنا فيها حاجة لاي علاقة ما قبل التاريخ ولاي علاقة برضو بالاستمرارية لحد الفترة الحالية نعم نحن عايزينا النيل دا يعني لما نمشي مثلا خلينا أقول الغاهرة بنلقى أنه النيل مستفيدين من استفادة كبيرة خلاص نحن هنا النيل في السودان مرتبط بس بالجمال الطبيعة الموجود يعني سبحان الله الجزر الموجودة في النيل أو حتى شارع النيل نفسه جميل لكن الاستغلال يا دوب إحنا بدأنا في الحكاية دي تفتكر أنه المفروض يكون موجود في شارع النيل خلينا نقول أنه النيل مصدر جذب سياحي أساسي أنا سأجي السودان علشان نشوفها آآ يعني أنا قابلت عدد كبير جدي من الجانب يعني بيقولين إحنا أمنيتنا نشاهد مقرن النيل آآ أي منطقة المقرن دي فيعلا منطقة يعني في ناس كثير جدا في العالم بيسمعوا بها وبيحلموا يشوفوها وفي ناس ما شوفوها وفي ناس ما شوفوها يعني في ناس ما عارفين أصلا يعني ومنطقة القريبة يعني أول ما عارفين وفي نيلين مع بعض آآ لكن طبعا الأمنيو يشاهدون إحنا ما ما وظفنا هذه المنطقة توظيف سياحي جميلة يعني منطقة ممكن تكون فيها مجموعة من الفناديق والمطاعم والمراقص ومجموعة من المنتجعات السياحية جميلة عموما بدت يعني الرسومات الجميلة من الفنانين إحنا نتكلم عن الموضوع نحن نفصل فيه ما يتوجب علينا التعامل مع النيل إذا كانت سياسيا وثقافيا وحتى فرديا نشوف الكلام ده بس بعد الفاصل بعد الزق وستطيع الحال نرجع عليكم تاني خليكم معنا أشو أهلا مرحب بيكم نتواصل معكم مشاهدين مرة تانية وكلامنا عن النيل وجماله والطقوس والعادات الموجودة حوالينه من عادات وتقاليد إذا كانت شعبية في المرقص أو في المهن أموها نتواصل معكم وصلنا لحطة بإنه التعامل مع النيل في الفترة الحالية يتم كيف برحب بيكم مرة تانية شكرا شكرا النيل هل نحن بنسمع له هاي بنسمع له يعني زي النيل حمد النيل يعني في في أسماء زي دي كلها مرتطة بالنيل وده كله تقدير للنيل و يعني زي ما قلنا من فترات مقبل التاريخ حتى الآن هو محفور في الوجدان السوداني أكيد طبع طيب في أمثال سودانية نقدر نقول إنها برضو في لها ارتباط بالنيل في أمثال سودانية مرتطة بالنيل يعني اه 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 لا هي مثلا يقول لك مثلا البحر مبيع بالزيادة ومقصد بالنيل اه طبعا أي كمية من الموية هو بيستحمل يعني دي المسؤال مرتطة بالنيل الخير دارين الخير ما روح اه بيجي زيادة ده بيعتبر انه هو رمز الخير وكده صح صح طبعا طبعا نحن نيل بنقوله البحر يعني ايه ايه صح ما بعلقة يعني ايه بيجي خلاص درجة اكثر شي ايه بيقول لك البحر ما بيجي زيادة بيعتبر انه بيستقبل كل الكمية المياه وكل الخير اللي يبيو ده زي ما قولنا بيجي كرمز من رمز الخير والدلالة صح طيب احنا قبل الفاصل تكلمنا انه دارين نسي سمار النيل لسي سمار جميل قتلي مطاعم وفنادغ وغير ايه منطيع ايه هي موجودة لكن محصورة للأسف في حتة معينة طيب الفكرة الجديدة هي يمكن تكون افكار بسيطة اول ما بتدروها بصراحة وزر الثقاف احنا بنشكرهم على الرسامين اللي خلوهم كل يوم سبت يكونوا موجودين وحتى فيهم معاقين يعني بيرسموا اجمل اللوحات حقيقة أنا شفتها فيمكن دي تكون واحدة من الافكار الجميلة وبقت سياحية وستثمارية يعني بتلقى من الحاجات اللي ممكن تكون كأفكار زي دي تفتكر انها ممكن تكون مهمة جدا تواجدة في شرع النيل شنو هو نحنا خلينا نمرج من شرع النيل يعني نقول النيل ده من الخرطوم يعني لحد حلفة هو ده ما يقول للنيل نحاول نوسع المساحة اللي تحتى جذب السياحي في النيل في شلالة سبولوغة مسلا يعني شلالة سبولوغة منطقة جذب السياحي ممتازة جدا وانا افتكر ممكن اسف افتكر بدت يعني بعض الاجهات تعمل فيه شغل لكن محتاجة برضو لزيادة شلالات يعني عندنا ستة شلالات في النيل هنا يعني وده كلهم ناقصها شنو ناقص ناقص شلو منتجعات ايو الاستثمار في المجال ده اضافة لانه في مواقع اسرية مهمة جدا على النيل نحن محتاجين نعمل يعني في هذه المواقع الاسرية خدمات يعني زي البجراوية المدينة الملكية هي ابتكى على النيل صح في البجراوية لكن برضو محتاجة لفناديق وخدمات وعوامل لجزب السياحي صح فده مجهود يعني 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 ما نركز كل الجهود في الخرطوم يعني النيل ده ممتاز عندنا وممكن نكون في شغل في النيل ازرق في شغل في النيل ازرق ابيض صح بعدين المحميات تحت الطيور في النيل المحميات هلي حاجة مهمة مهمة جدا مهمة جدا محميات طبيعية محميات طبيعية يعني زي جزيرة ومجر في النيل ابيض دينما المحميات طبيعية بتاعت الطيور مهمة جدا برضو الناس يهتموا مرتبطة بالنيل برضي جميل جميل كانت هي بتكون سنويا بتجي مجموعة عند الطيور من تجي وتغادر من اهم محميات الطيور اهم Boost الطيور هي المحمية بتاعته مجر الحاجة المرتبطة بالنيل دائما أنه الجمال والرومانسية والمحبة ما بينه والتفاؤل لكن ما بنسلم من غدره ومن قوته فإحنا كيف المسألة دي مرتبطة برضو مجتمعيا بالناس طبعا النيل في فترات الفيضان بيؤشر فيه كثير وده طبعا خطأ تخطيط المدن يعني إحنا ما نبني المدن في مناطق إحنا عارفين أن النيل بيجي فيها يعني لابد من أنه كل المدن اللي بتقوم على النيل يعني لابد أنه عدة دراسات أنها تكون بعيدة من النيل ما تتأثر الغورة تكون بعيدة من النيل ولكن إحنا سنويا بنكرر نفس الأخطاء نفس الأخطاء بتاعت الفيضان وأنه النيل يعني بيجي يشير البيوت ويركسي المدارس والمنشآت وكده نبدأ نحيد تعاني نبني عشان السنة الجديدة نيل ده مجراب عبر التاريخ نحن اللي ما شاكلنا على النيل امي آيا والله كويس والله امي آيا طيب المرتبت يعني نحن كلبنا على الثغافات المرتبتة بالنيل امي آيا طيب الثغافات هل موجودة في الوسط باعتبار أنه ولا هي ثغافات فقط نيلية لا نحن بنقول النيل بنتكلم عن النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل وده كله كل القبائل اللي بتسكن في يعني على ضفاف النية الأزرق عندها عاداتها وتقاليد أو تقوص مرتفع النيل وكذلك العادات العادات القبائل اللي بتسكن في نهر النيل الأبيض يعني من بحر السيكتوريا لحد ما يجي الخرطوم اللي هم الشلوك والدينك والنوير دي هم القبائل اللي اللي مرتض بنيل وعندها ثغافات الخاصة وعندها ثغافات اللي مرتض بنيل ارتباط وصيق يعني حتى الآن حتى هم ذاتهم يعني هذه القبائل يمكن تعدل أسماك هم وجبة بالنسبة لهم الوجبة الرئيسية الوجبة الرئيسية برضه ده ارتباط ثقافي بالنيل يعني وبيصيد منه أشياء تانية يعني في البحر زي القرنتية يستفاد من جلده أيوة جلود بيستعمل في الأحزية الصغار ارتباطهم بالنيل كبير لكن برضو ما نقول غدر النيل تاني لكن خوف الأمهات كبير من الهدام ومن الحاجات اللي بلكم موجودة دي ممكن كيف إحنا يعني دالين أطفالنا كمان يتبصوا يستمتعوا بالنيل هما لابدهم أنه أي طفل بيسكنوا على النيل لابد أن يكونوا عندوا علعاب النيل وعوام جدا في النيل ويكون عوام جدا في النيل فعشان كده أنا بفضل أنه أطفال يتعلموا السباحة ويعوموا لأنه يعني كل الناس الكبارة اللي نشأوا في النيل ده كانوا الواحد يعني أول ما ينشأ سبعة تمانية سنين بيعلموا للسباحة وبتعلم السباحة الصعبة بيعلم السباحة الصعبة يعني لأنه يحتاج ودوهم برع لشان يمشوا المسابقات هيفوزوا طوالي وأنا بشكرك كتير أستاذ عبد الحمير يعني كلام جميل على النيل وأتمنى إن شاء الله لك التوفيق وتشرفنا مرة تانية شكرا لك شكرا لك أتر خير نتواصل معكم مشاهدينا بعد الفاصل خليكم أهلا ومرحب بكم مرة تانية نتواصل معكم مشاهدينا وفخرتنا الجاية نصيحة في طب الأحشاب معنا الخبير يوسف الفكيه هيتقدم نصيحته تعالوا نشوف نصيحته سوا تفضلوا مشاهدينا الكرام أهلا بكم ومرحب كلامنا الليلة عن الزنجبيل والزنجبيل يعني حاجة لطيفة في شرابها وأكلها وطعمها لذيذ جدا ممكن تستخدم في حيات كثيرة جدا في نفس الوقت يعني هي مشهي إذا شربتها قبل الأكل تفتح شهيتك وإذا شربتها بعد الأكل يتحضم بتحرك الغازات الجوا بخلي الإنسان يكون في جوشا ويكون مرتاح ممكن الشرب شربات باردة ممكن شربات سخنة لكن أحيانا إذا أهل الضغط شربوا سخن بيزيد الضغط لكن إحنا سيشربوا بارد هو دائما بيعملوا في الأشياء الحلوة الباردة ومضاد حيوي للأمراض البرد هو الناس اللي بيرد وتلقاه في رمضان أو تلقاه في الشتاء وتلقاه بردي خفيف جدا هو بيرجف في ناس البرد اللي يكون محتمل تجدوا يهتز كله يرجف يشرب الزنجبيل اللي بيعمل تدفية وفيه مضاد حيوي يقوي جدا وبيقوي الذاكرة تماما يعني إذا عملت زنجبيل بحليب أو زنجبيل بسكر يقوي الذاكرة والزنجبيل مع الحليب أو مع الزبادي مدير للبن وللمني يعني لقوة الطرفين ويفضل دايما بعد اللبن الحليب إنه إنسان يأخذ له قطعة تعد الزنجبيل عشان ما يكون في بلغم الناس بيعانوا مشاكل الصدر فالزنجبيل بيذهب بالبلغم بعدين عنده فترة معينة بيقولون بتفتفت من جنباته عشان كده حسن تحفظه بالفلفل الأسود تحط جوال الفلفل كده لو يقعد عشرة سنوات ما بتفتفت بيكون محافظ لكن لاحظه كثير جدا يا خواننا تلقاه متأكل من جنباته وده صلاحة انتهت والفلفل يعني حفظ لنا الزنجبيل ممكن نستفيد منه هو نفسه في الحليب يعني يقوي الطاقة تمام الرياضيين بدل يستخدموا أشياء تانية يعني لو يستعملوا الحليب بالزنجبيل حاجة مقوية للطاقة ممكن إنسان يجري أكبر مسافات ممكنة الزنجبيل لو تطحن ناعم تعمل بزيت الخروع للدوالي في ناس عندهم دوالي في الكرعين من وراء في المعاقل ممكن يدلكوا بها كده بحيث إنه الدوالي يعني تخف العروق الخضرة من وراء ومويتة الزنجبيل مع الكركم أو مع الكستر قناع جميل جدا للوجه ويشد الوجه تمام وإذا مويت عملتها بالشمع برضو تنظف الوجه تمام وتشد الجسم وتخلي إنسان شاب الزنجبيل يستخدم دائما جماعة في الطبيخ يرمي بطول ما تدقوه ترمي في الطبيخ بدي نكهة جميلة بدأي الناس يستخدموا الشطة يا أخوانا ويستخدموا الشطة الخضرة والحمراء دي ضارة ودي سامة أحسن بدألها يستخدموا الزنجبيل ويديك نكهة جميلة ويديك طعم جميل ويسخن الجسم وزي ما قلت لكم الناس اللي يخافوا من البرد يشربوهم ويحسن الصوت إذا إنسان يشرب الزنجبيل مغلي يحسن الصوت مل الغنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك وليتمنى إن شاء الله أن السعادة والهنى والصحة تنعم بها كل الأسرة السودانية حلقتنا ومشاهدين كانت مميزة في كل العادات المرتبطة بالنين لتمنى إن شاء الله أن نتواصل في هذا الترابط ويكون هي سيمة أو تكون هي سيمة تمييز السودان لأطول فترة ممكنة هنا تشريك دو تي في إيميلنا نتواصل به معكم إن شاء الله بكرة لنا موعد جديدة ودعناكم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة